بس هي بطولة معفرطة هي بطولة عجيبة غريبة احنا قابلينا على طول غنية الاستوائية كسبانة كودفار على ملعبها 4-0 وغالبا كودفار برا البطولة صاحبة الارض والجمهور اليوم يومنا النهاردة افرحوا بقى وبطلوا تزعلوا وتكتائبوا وتنكدوا منتخمنا في الدور اللي جاي واللي هيقول لك اصلحنا صعدين بتلت نقط بس بتلت تعادلات قل له البرتغال من 8 سنين 2016 واخد كأس الامم الاوروبية وسط منتخبات عمالك عظيمة وكيطلع من دور المجموعات بتلت نقط احنا كنا نكسب النهاردة وكان المفهول نكسب غانا وكان المفهول نكسب موزنبيق احنا كنا الافضل على مستوى الارقام في التلت مباريات بس اخطاء سازجة على المستوى الدفاعي والتنظيم الدفاعي هو اللي بيخسرنا احنا مش وحشين قوي في منتخبات كبيرة في البطولة اسوأ مننا بكتير كوديفور اسوأ مننا تونس اسوأ مننا الجزائر اسوأ مننا انا بتكلم عن المستوى الفني الكاملون سيئة جدا في منتخبات كبيرة اسوأ مننا بكتير في ظروف وملعب ودرجات حرارة وفي حاجات دماء يتقيل كتير بس اه عندنا اخطاء ولازم نصلح بس عندنا ميزة عبقرية ان من الشوت التاني من مباراة غانا لجعنا تاني منتخب مصر بتاع الروح بتاع القلب الف مليون مبروك افرحوا النهاردة وانبسطوا ما تدوروش على الحاجات اللي تنكد عليكم ما تفرجوش على الناس اللي هتنكد عليكم ما تسمعوش للناس اللي عايزة دايما دايما نبقى مكتقبين وزعلنين احنا النهاردة عملنا العادي حتى لو بشكل مش عادي العادي ان احنا نبقى في الدور القادم في كاس الورم الأفريقية في دور الستاشر اه بشكل مش عادي بسعوبات غريبة بس صعبنا الحمد لله الف مليون مبروك انبسطوا وافرحوا